فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله وذهبت فرقة من الناس إلى أن لا فضل لجنس العربي على جنس العجب وهؤلاء يسمون الشعوبية لانتصارهم للشعوب التي هي مغايرة للقبائل كما قيل القبائل للعرب والشعوب للعجب نعم هو كما سبق أنه قاعدة أن جنس العرب أفضل من جنس العجم ولا يلزم من هذا أن كل العرب أفضل من كل العجم لا فقد يكون في العجم من هو خير من كثير من العرب والعرب لم يفضلوا لمجرد عروبتهم وإنما فضلوا لعروبتهم وفصاحتهم وبيانهم وسلامة لسانهم ولقيامهم بهذا الدين ونشره وتبليغه وتعليم الناس وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرية للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قال رحمه الله مع أن الكلام في هذه المسائل لا يكاد يخلو عن هوى للنفس ونصيب للشيطان من الطرفين وهذا محرم في جميع المسائل نعم إذا كانت المسألة في التفضيل مسألة تعصب وهوى فهذا مذموم فالذي يفضل العرب من أجل العصبية الجاهلية فهذا مذموم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الافتخار بالأنساب والإعجاب بالحسب ونهى عن ذلك أشد النهي وهذا من أمور الجاهلية فالذي يفضل جنسا على جنس من باب العصبية من باب الهوى هذا مذموم أما الذي يفضل جنس العرب على جنس العجم لما اتصف به العرب في سجيتهم وخلقتهم ولغتهم ولما قاموا به من أعمال جليلة في مناصرة هذا النبي وإبلاغ هذا الدين وهذا القرآن العظيم الذي نزل بلغتهم فبلغوه فاتسروه ووضحوه فهذا هو وجه فضلهم فالذي يفضلهم من أجل هذا مع حق ومعه صواب شكرا